يا اهلا بكم في فيلمنا الجديد واللي بانوان زى نات جوب الجزء التاني بس قبل ما نبتدي فيلمنا ما تنساش تصلي على النبي في الايام المفترجة ديت عشان انت تاخد حسنات واحنا كمان ناخد حسنات بيبتدي الفيلم في حديقة الحرية مع السنجاب سولي واللي كان عايش ايام صعبة بسبب البشر والناس اللي بتيجي سوري الحديقة لحد ما بيحصلوا احسن حاجة ممكن تحصل لاي سنجاب في العالم بيقف محل كان بيبين مكسرات وبيسيب كل البضاعة جوه السوداني بقى يكاجوا اي حاجة من المكسرات اللي بيعيشها لها السنجاب بقت موجودة والبضاعة كتير وصاحبها مغفل وطبعا لما بيكتشف سوري المكان ده بيروح يقول لصحابه علشان يتجمعوا وبيبضلوا كلهم يلعبوا بالاكل وعملين ياكلوا والدنيا معاهم حلوة والسوري والصاحب والفار قاعدين يتفرجوا على اللي بيحصل وهم مبسوطين على الاخر علشان اخيرا مش هيبقى مطلوب منهم انهم كل شوية يروحوا على الشجرة ويغضوا السوداني من عليها بس على الناحية التانية بقى بتكون فيه سنجابة اسمها اندي ودي بقى مش هاجبها اللي بيحصل شايفا ان ده تخريب وانهم حيوانات برية ولازم يصطدوا اكلهم بينفسهم ولازم يطلعوا على الشجرة لشان يجيبوا مكسرات من عليها بس بيقول لها كل السناجب واحنا ليه نطلع ونضيع وقت يعني ما المحل موجود ويخرب بنا كتير بس بيقول لهم اندي ان ده اختبار ولازم يعملوه وبتطلع هي على الشجرة لشان تنزل من عليها البندق بس بتلاقي الموضوع صعب ويبتقع وهي بتجيبوه علشان كل السناجب اللي معها يقولولها احنا رايحين عندي سورلي الاكل هناك ببلاشه من غير وجع قلب وبعدها بقى بنروح للعمدة اللي قاعد ومش عاجبه حال المدينة وبيقول انه لازم يدخل فلوس تاني اكتر من كده والحتة الوحيدة اللي مش بتجيب فلوس هي حديقة الحرية دي وعلشان كده هو عنده خطة حلوة ليها وبينسيب العمدة ونرجع لاندي اللي بتروح لسورلي وطوله انفعل هبل اللي انت عامله ده انت خليت كل الحيوانات كسلانة ومحدش منهم هيقدر يجيب اكل لو المكان ده حصل له حاجة بس بيقولها سورلي انت بس لنكا دية ما المكان زي الفلة ومفيش حاجة حصلت فيه وبيطلع معاه هو وكل الحيوانات ويقولها شايفة الولادة دي ايه معنوياتهم عالية ومحدش بيقدر ييجي عليهم بس في اللحظة دي بينفجر المكان اللي كان كلهم مكسرات علشان يبضل سورلي واقف كده امتنح وبيبضل يزعى لكل الحيوانات اللي موجودة ويقولهم مش انا قلت نقفل الخزانة علشان المكان ما يولعش بس طبعا هنا باب بتقوله اندي انه كويس ان المكان ده يتحرق علشان الحيوانات ترجع تيتمد على نفسها تاني بس بيقولها سورلي محدش هيتمد على نفسه علشان انا هياخد معايا الفردة واروح اجيب اكل من تحت الارض وفعلا بيروح للتين وبيبضلوا ينطوا على المطاعم وعلى السينمات بس بالهون الموضوع صعب ومستحيل يلاوه اكل بسهولة في اي مكان زي ما كان في المحل بتاعهم وده اكبر اشارة انك ماينفعش تفضل عايش في الكونفورتي زون وتقول ما انا بيجيلي اللي انا عايزه وخلاص وهتبر ان دي علامة لشان تتحرك بقى وتسيبك من اللي انت فيه ده ارمام انهم لما بيرجعوا وبتعرف الحيوانات اللي حصل بيتصدموا بيقولوا احنا كده هنموت من الجوع يعني ايه ما فيش اكل سهل مرمي على الارض زي ما كنا عايشين وفي الوقت ده بتوصل عربية العمدة اللي بيقول ان عنده خطة علشان يعمل مكان كله ملاهي ويدخلوا فلوس بدل الحديقة لما كان جنيها اللازمة دي وبتكون معا بنته الصغيرة اللي بتفضل تقوله انا عايزة اماكن كتير فيها حلويات ولما بيعترد ابوها بتفضل تزعق بصوت عالي يوقع الورق من على الشجر ولما تسأل صحفية العمدة عن الحيوانات بيقول لها اللي اعيب عليك كده انا هزبطهم احلى تصبيت ولما بيشوف صل اللي بيحصل بيقول احنا لازم ندمر البشر علشان عايزين ياخدوا مكانه وبيجري على جرار وبيمسك فيه علشان يقطع السلك بتاعه ويخلي الجرار يتقلب ويقع على الارض وبتتشجع باقي الحيوانات وبيروحوا هم كمان وبيهجموا البشر وبيبضلوا يقطعوا الورق ويدربوا العمال لحد ما يتردوهم برا الحديقة خالص وهنا بقى بيروح مشرف العمال علشان يقابل العمدة اللي كان قاعد بيعدي الرشاوي اللي اخدها علشان يعمل المشروع بتاعه ده او ما بيشوفه بيقوله خير جاي لحد هنا عايز من ايه مشان اسايب لك رسمة للمشروع من اوله لاخره بس هنا بقى بيقوله المشرف ان الحيوانات هجمت عليهم وبوزت كل الالات علشان يبص العمدة من عنده ويشوف ان السناجب هم السبب وراء كل ده فبيقول للمشرف خلاص ما تقلقش انت وانا هكلمك لما الدنيا تبقى تمام وبينروح بقى لسورلي اللي بعد ما خلص المهمة كل الحيوانات بيكون فرحانة به جدا لانه قدرت انه يغلب البشر مع ان محدش كان مصدق ان ده ممكن يحصل بس هنا بقى بتيجي اندي بشوية اكل من اللي كانت شايلهم للشتاء ولما بيشوف سورلي الكلام ده بيتدهي وبيحس انها غيرانا منه عايز اتعلم عليه يعني اللي هو انا كمان اقدر اكل الحيوانات وبيرح سورلي يقعد على شجرة لوحده وبتروح وراء اندي علشان تقول له انها معجبة بيه من بعد ما ادر انه يزم البشر وبيسيبها سورلي ويروح ينام وتاني يوم بيصحى سورلي وبيقرر انه يروح يدور بنفسه على اكل علشان يفضل قائد في عين السناجب بس لما بيروح بيشوف شوية سوداني مرمي على الارض ولما بيحفر علشان ياخده بيطلع دفخ وبيقفل الافص عليه وبنعرف ان العمدة هو اللي عمل الخطة دي علشان يقتل السناجب وهول ما بيسمع الجرس بيرنه وكده في سنجاب اتقبض عليه بيقول الكلب بتاعه انه لازم يروح بسرعة علشان يجيب له السنجاب ده بس في نفس الوقت بيقف كل السناجب برا الافص لحد ما بيقدروا انهم يطلعوا سورلي من جوه ولما بيوصل الكلب ويهجم عليهم بتقفلوا بريشيوس اللي هي الكلبة صاحبة سورلي واللي عايشة معاهم وبيفضل كلب العمدة واقف كده يبص عليها وهو معجب وعمال يريل عليها لحد ما بيقول سورلي لبريشيوس روح يلاقيه بسرعة قبل ما يكوننا كلنا ونروح فيها وطبعا بتكون بريشيوس مش صيقه وبتقول لسورلي انها تعمل كده علشان هو بس وبعدها بقى بتوصل بنت العمدة اللي بتكون عايزة تضرب السناجب بس لما بتشوف الكلب بتاعها فرانك معجب ببريشيوس بتاخدهم وتجري وهي بتقول ابوها انها لازم تشيلهم عندها في البيت وبعد ما بتمشي بيقول ابوها للي جابه علشان يشيل الحيوانات من هناك انه يقدر ينفذ خطته واللي بتكون تفجير المكان علشان الحيوانات كلها تهرب من هناك وفعلا كله بيهرب علشان يقول العمدة للعمال يلا كله يرجع على شغله تاني والمرة دي مش عايز تضيع وقته وكلام فاضي وبالنسبة لسورلي فبيقرر انه لازم يروح ورا بريشيوس علشان يرجعها لان خطفها ده كان بسببه وبيفضل ماشي وبيدور على بيت العمدة اللي بتكون فيه بنته قادة مع الكلبين ومش بترضى تأكل فرانكي غير لما يعمل اللي هي عايزاه وبيجي الدور على بريشيوس اللي مش بتكون فاهمة هي المفروض تعمل ايه علشان كده بتقول لها بنت العمدة مفيش اكل لحد ما تعمل اللي بيتقلك بالزبط علشان نفهم انها مجنونة شبه ابوها بالزبط وبنروح بقى لسورلي اللي لسه ما ليجري وبيدور على بريشيوس لحد ما بيقابل فار شكله كيوت واسمه مستر فانج بس مش بيحب حد يقوله انه شكله كيوت وبيفضل يضرب سورلي لحد ما يسيب له المكان ويهرب منه وبالنسبة بقى لاندي فبتفضل مشيا مع باقي السناجب لحد ما توصل بيهم لمكان شكله جميل بس للأسف بيطلع ملعب جولف وكل اللي بيلعب فيه بيفضل يجري وراهم وبنروح تاني لسورلي اللي اخيرا بيقدر يوصل هوه وصحبه بادي الفار لما كان بريشيوس وبيطلوها من الافوس اللي محبوسة فيه مع فرانكي ولما بيقولها فرانكي انتو مش هتطلعوني ولا ايه بتعترف له بريشيوس انها كل ده كانت بيتصيع ليه وانها مش بتحبه ولا حاجة وبيصدم طبعا فرانكي اللي كان فاكن نفسه دينجوان وفي الطريق وهم بيقربوا من هناك بيقولهم سورلي سواني بس انا فيه حاجة كان لازم اعملها وبيرجع علشان يضرب تمثال صغير للعمدة اللي بيشوفهم وبيضرب سهم على سولي بس مش بييجي فيه ولما بيلف بيلاقي ان السهم ده يكسر الحيطة اللي تحت بادي وبيقع بادي على الارض من الارتفاع ده وطبعا بينزل وراه بسرعة سولي وبريشيوس وبيغضوه للمكان اللي فيه اندي يباقي السناجب وانك بيفضل سولي زعلان على اللي حصل وبيقول انه هو السبب في كل ده وبيتحاول اندي انها تهون عليه وبتقول له احكي لي كده انت امت اول مرة قابلت بادي فبيقول له انه زمان في يوم كان فيه عاصفة شافة سولي وهو متعلق في شجرة ومحدش عايز ينقذه فجري عليه ويفضل ماسك فيه لحد ما بيغمع على سولي وبيصحى لشان يلاقي اني بادي لسه مسكة ومن يومها وهم الاتنين ما فرقوش بعض وبعدها بتقرب بريشيوس من بادي علشان تلحسه وهيز علانة عليه بس بيقوم بادي علشان تفضل بريشيوس فرحانة وفاكرا ان بادي عندها حركة سحرية تقدر تصحي بيها اي حد وبعدها بيقول لهم سولي خلاص احنا ما عندناش حاجة نخسرها علشان كده بيجمع كل التيور وبيتفي معاهم ان تاني يوم لما يوصل العمدة علشان يفتتح مدينة الملاهي لازم يبدأوا الهجوم وفعلا بيفضل كل الحيوانات مستنية لحد ما يوصل العمدة وبنته المجنونة علشان يهجم عليهم الطيور والحيوانات وبياخدوا كل ازايز الكاتشاب والمستردة وبيرموها على الناس اللي في الافتتاح علشان كله طبعا يتداهق من المنظر ده وينبقى بيقول العمدة للراجل اللي بيساعده علشان يتخلص من السناجب انه المرة دي عايز يخلص منهم للابد من غير اي تهريج وفعلا بيقدر رجالة العمدة النوم يعملوا فخل كل الحيوانات علشان يستدوهم كلهم الا سولي اللي بيجري وبيقف بييد لحد ما تروح له اندي وتقوله انت زعيم اي كلام وكنت المفروض تقف مع باقي صحابك بس بيقول لها سولي لا دي مش قصتي كل واحد ما حاله انا تعبت من اني ابقى قائد ولما يسيبها سولي ويمشي بيدربها الحراز بمخدر وبتوع اندي وتتاخد مع باقي السناجب في العربية وطبعا مش بيقدر سولي انه يسيبهم في الحالة دي ويمشي فبيروح لمكان الفار المجنون اللي اسمه فانج وبيفضل يقول له دانتا كيوت اوية علشان يعصبه لحد ما بيختفوا فانج وبيدخلوا المغبأ بتاعه وهناك بقى بيقول له سولي انه عايزه بس يساعد صاحبه اللي البشر خطفوهم وهنا بيتعطف معاه فانج ويقول له انت تعرف اني مع كل الفرندي كنا عايشين في غيابة لوحدنا والدنيا جميلة لحد ما فيهم قرر البشر انهم ياخدوا الحديقة وعملوا عليها ملعب جولف ويطردونا منها ومن بعدها راح فانج واسحابه علشان ييشوف مغبأ لوحدهم وتعلموا الكونج فول لحد ما بقوا جمدين جدا وما حدش بيقدر عليهم وبعد ما بيقنهم سولي بالخطة بيروح معاهم علشان يدمر العربية اللي فيها كل السناجب ويطلعوا كلهم على مدينة الملاهل للعمدة فرحان بيها وبيكون اصابة فانج كتير جدا وكلهم مجانين زيه وبيقدروا انهم يدمروا المكان كله علشان الحيوانات تقدر تتحرك براحتها وبعدها بيكون فرانكي ماشي زعلان لانه لازم يفضل يسمع كلام صاحبته فبيترح له بريشوس وتقوله انت تخسر ايه لو سمعت كلامي وجيت معايا بس بيكون فرانكي متدايق منها بسبب الليلته قبل كده لحد ما يشوف انه الاحسن انه يعيش لوحده بدل الزل ده فبيجري معاها وبيكون الصياد واقف وراهم وعايز يدربهم بس بينط عليه واحد من الفران علشان يدرب المخدر غلط وبيجي في بنت العمدة اللي بتقع على الارض وبيجمع فانج شوية فران معاها لشان يلبسوا زي اللي بيتخلصوا من الحيوانات وبيفضل يدرب فيهم وهم مش عارفين يعملوا معايا حاجة لحد ما بيخلص عليهم وبيجري الصياد اللي كان العمدة جايبه ويقول للعمدة انا مليش دعو بالقصة دي مش دي مدينة الملاهي بتاعتك دفع انت عنها وطبعا في الوقت ده بقى بتوصل للشرطة بعد ما بيشوفوا ان المكان كله عمال يولع وفيه حاجات غريبة بتحصل بس قبل ما يقبضوا على العمدة بيجري على المنتاد علشان ياخدوا ويطير بيه بعيد عن المكان بس مش بيرضى سولي يسيبوا ويركب عجلة الملاهي علشان يفضل يقرب من المنتاد لحد ما ينط عليه بمساعدة بادي وينجبه بيشوفوا العمدة اللي بيقول لا السنجاب ده زودها على الاخر وبيحاول انه يضربوا لحد ما فعلا بيقع سولي من على المنتاد وبيمسك في حبل فيه بالعافية ولما بيروح العمدة علشان يرمي من عليه بيجري سولي على الشمسية اللي العمدة بيدربوا بيها وبيرمي من على المنتاد علشان ينزل على تمثال كبير منفوخ ولما بيفكر انه كده خلص من سولي بيلاقي فانج ويصابته كلهم متجمعين علشان يدربوا وينبقى بتوبد الشرطة عليه هو بنته والصياد اللي كان جايبه علشان يخلص على الحيوانات وبيقف سولي بعد ما نزل من على المنتاد بسلام علشان يدور على اندي اللي بتكون لسه ما تكيفتش من اللي حصل وبتاخد جرار وبتفضل تكسر في المكان كله لحد ما تنزل وتروحها لسولي علشان تاخدوا بالحضن بعد ما اخيرا انتصروا على البشر اللي كانوا عايزين يتردوهم من مكانهم بس بتتبقى مشكلة واحدة قدامهم ويان المكان اللي كانوا عايشين فيه اتدمر بس من حسن حظهم ان العمدة الجديد قرر انه يرجع المكان ده حديقة زي مكان وبالنسبة بقى لفنج وياسابته فانضموا لسولي واللي معاه وفضلوا يتدربوا على فن جديد من الكون جفوه وراح معاهم بادي علشان يتعلم اي حاجة في حياته بدل ما هو مش نافع في حاجة كده وبيتجوز فرانكي وبريشيوس وبيخلفوا ولاد كتير بيفضلوا كلهم يلعبوا مع سولي اللي بيقف جنب اندي ويقول لها انه تعلم الدرس كويس ويفضل عارف انه حيوان بري لازم يتعب ويجيب اكله بنفسه علشان النعمة مش بتدوم وفي اخر اللقطة في الفيلم بتوصل عربية بتبين مكسرات تاني للحديقة علشان يفضل سولي يتحيل على اندي انه يروح يسرق واحدة بس فبتقوله روح براحتك وهتلي واحدة معاك وبس كده بيخلص في الميناء اتمنى يكون اعجابكم ما تبخلش انابل لايك ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول واشوفكم على خير في الافلام الجاية واستنونا في فيلم جديد واشوفكم على خير ومع السلامة